موسيقى مرسي حضرك طيب خلينا نتكلم الأول عن أن ده موسم موسم لابتكار فوجة نظرية يعني كل سنة عايز في حاجات أساسيات للكراسمس ولكن في حاجات أنا بقدر أن أشغل دماغي فيها أكتر عشان أن أنا أدرس السوق كويس وأشوف إيه المطلوب خلينا الأول أعرف منك البداية بداية دخولك المجال وبداية دخولك تصميم الدكورات أنا من زمن بهوى الرسم يعني والدكورات والحاجات الغريبة وكده سواء الرسم على القماش على كنفا على أي نوع خشب دخلت مرسم الجامعة وكنت برتب في المحافظات وكده بس بعد كده يعني بدأ يبقى لي هوايات محددة يعني حدد نفتي أنا عاوز إيه فبدأت أشتغل أن أنا أرسم لوح يعني حاجات كده شبيهة بالتكورات بتاعة الأفلام والمسلسلات وعلقة في البيت فالناس كانت تعجب بيها قوي وأي حد يدخل يقولي إيه إيه إحنا عاوزين من ده فبعد كان موضوع بقى تطور بقيت يعني هواية وشغلي في نفس الوقت هوا ده سبب التحول أرأي الناس ولا دي تحول الطموح منك من نهاية هواية أن أنا أحولها يبقى مجال هوا الاتنين بس الأكتر كان الناس لأن أي حد كان بيشوف شغلي إيه إيه إحنا عاوزين من ده حلو قوي تاب ليه ما تعمليش من ده فبدأ بقى الموضوع يتطور معي أن أنا أعمل للناس صحابي وكده بس فالحمد لله الموضوع يعني نجح وبعد كده بدأ يكبر واحدة واحدة بعد ما كان بورتريهات بس دلوقتي بقى هداية الهداية بقى بوكسات حاجات خاصة بالكريسمس رمضان العيد أي مناسبة يعني الناس بتجتمع عليها وبتقدم فيها هداية أنا ببقى حضرة فيها بعمل شغلي يعني تمام الاهتمام ودراسة الاهتمامات والتغير أو إحنا العصر سريع والاهتمامات مش عايز أقولك بتتغير كل سانية جدا بتتغير والأزواء بتتغير ممكن أنا حاجات بتاعت السنة اللي فاتت ما تمشيش السنة دي أو ما الناس ما تحبهاش بتعملي ده إزاي بتدريس السوق إزاي بما إن إحنا تطورنا من مسألة النهاية أزعاب يعني كهوية لمجال إنها شغل هو أولا المنافسة صعبة جدا صحيح يعني المنافسة وبالذات في كدير الهداية والبرتريهات والرسم أنت بجي بتنفسي زوق محلي بس أنت بنتنفسي مستورد وحاجات كتير بالضبط بس يمكن شوية أنا زوقي متفرد في الحتة دي أنا مقتنعة جدا بالأخشاب المصرية مقتنعة جدا بالفن العربي الإسلامي الأرابيسك اللي إحنا بنشتعل عليه زي البوكس ده كده تمام مقتنعة بأي حاجة مصري وخشبية تدخل في الديزاين فبيديها روح وفي نفس الوقت قيمة حلوة قوي وعندي كونسط كمان خاص كده بالهداية إن أي حد هيقدم هداية مايرميش الحاجة يعني البوكس بتاع الهداية بمعنى إيه؟ يعني كل الناس دلوقتي بتقدم هداية وبنرمي البوكس اللي جاي في الهداية أنا بقى ما عنديش الحتة دي أنا أهم حاجة عندي البوكس اللي شاي للهداية دي عشان الناس تبدأ تحتفظ بالبوكسات دي بزي دينا ده البوكس بقى أغلى من الهداية دي ساعاتي يعني في ناس أهو الله يبتكلم جدا لا بس مش اللي عايزي بوكسات كارتون والناس ممتحتفظ بيها تمام لا وضي بقى بشكلها كويس يعني حتى في الكارتون الناس بدأ تبدأ نحن حاجة لكن لما قدم لك الهداية في بوكس خشب أرابيسك جلد حفر ليزر اشتغل عليه فريق كامل سواء أنا أو المهندس أو الورشة تمام الناس دلوقتي بقت بتكلمني يقولولي احنا عاوزين البوكس بس مش عاوزين لجوه البوكس احنا عاوزين البوكس بس نحطه على صفران زين بي بيوتنا كده يعني بس فهو الموضوع صعب في المنافسة جدا غير كمان شغل هندميت مرهب جدا 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 طيب انتي بتعملي الحاجة من خيالك من وجهة نظرك وفي ناس بتطلب منك حاجات معينة مخصصة حد مرتبط بحد معين عايز يجيب له حاجة هو عارف هو بيحب ايه فبيطلب منك الموضوع ده أصعب حاجة ان انا اطلب منك حاجة على مخيلتي انا ما عنديش الشكل النهائي لها فده بيبقى صعب اوه انا بفهم من اي عميل هو عاوز ايه يعني انا بلم كده نقط معينة هو بيقولها نفسي اعمل لها كذا نفسي افاجأها بكذا اصلى ايد ميلادنا طب انا مسافر برا ومش عارف هديها بايه فانا بس بجمع الحاجات اللي هو بيقولها دي وبعمله ديزاين لو هو عاوز حاجة ديزاين مخصوص يعني اولا من كلامك ده شهادة نفسي اعمل لها نفسي يعني الحمد لله الجانب الرجالي هو اللي بيطلب الحمد لله فاحنا مضحيين في الموضوع ده دي حياء على فكر يعني تقريبا مؤزم الكلاينت بتوعي رجالة عاوزين هدايا لمرتهم صحبتهم خطبتهم كده يعني طب كويس والله دي حاجة كويس وانت تعرفوا بس ان ما زالت الكلاينة المنسية وفيه حاجات وفيها دي الوقت ده ضغط الشغل فيه باكتيريا دينا بنعمل في ايه بننظم وقتنا زال إلينا على فكرة انا ممكن ارتبط بأكتر من حاجة ومخركش اللي انا عاوزه والله بص انا يعني احنا تقريبا الايونتي ما بننمش صحيح يعني ده سيزون واي سيزون بيحصل معنا كده يعني سواء العيد رمضان راس السنة عيد الحب الحاجات دي كلها احنا بنبقى مضغوطين جدا 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 فاحنا فريق كامل بيشتغل سواء انا سواء الديزاينرز المهندسين الورش النجارين حتى المنذيب يعني ما شاء الله الفريق اللي بيشتغل معايا ناس محترمة جدا وبرفشنل جدا جدا يعني لحدا ما بحاول التزم بما هو عادي ومضغطش نفسه قوي بس يعني هو خلاص كلها كم يوم مهانة يعني اه ان شاء الله لا انا فكرة الهدائة بدأت من يعني احنا بتكلم في اسبوع من اسبوع كده الناس بدأت اه احنا شغالين خلاص لا لا الناس بدأت تدي الهدائة من اسبوع فات اه احنا فلا نشغالين في تقديم الهدائة تقريبا من اول شهر من اول شهر 12 لحد دلوقتي طيب هنمسك ده بما ان انت قلت ان ده في فريق عمل اشتغل فيه بشكل كبير واحترافي اشرحيلي بقى ايه مراحل الشغل والمتيريال والحاجات اللي احنا استخدناها وهو شكل جميل من المناسبة شكرا لك هو ترسم من الاول كروكي كده يعني انا كان في دماغي ديزاين معين تصور اه 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 عملته عندنا اكجار مع جبنيش اوي تجهت بقى للليزر ترسمت الديزاين اكتر من مرة وطلع منه على فكرة اكتر من نموذج يعني نموذج واحد معجبنيش واثنين معجبنيش وتلاتة معجبنيش لحد ما بدأت اطور بقى يعني اكبر المقاس شوية ده شغل الارابيسك اه تمام اللي كان مشهور جدا ايام الدولة الفاطيمية وبعد كده للأسف بدأ يندسر في مصر فانا محبتش ان يبقى فيه فن حلو قوي قوي كده ويختفي فرجعت تاني خدت شوية كورصات في الحتة دي وبدأت انا والمهندس نرسم الديزاين ده ده ام دي اف ولا خشب عادي ام دي اف ام دي اف لازلنا هو فرق كتير مع المصممين بيتطوع اكتر من الخشب اه 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 طبعا لان دخول المكنة في الموضوع او الليزر عمتا او اي حاجة فيها مكنة اكيد هتسهل لكن اي حاجة خشب زي اللي قدامنا دي هي معمولة بيد نجار هند ميد من ايد وزد من اول التقطيع والديهان وإلى ذلك لكن دي طبعا سهلت علينا كتير ان احنا بنعمل الديزاين نرسمه نحطه على المكنة نطلعه نقفله بس كده ولكن التصور بياخد وقت طبعا عشان دي الفكرة يعني هو تقريبا خد مني شهرين عشان يطلع كده يعني لانه طلع منه اكتر من حاجة ما كدش عجباني اوي طيب اللوحات دي ايه دي الفنانة امينة يعني انا بعمل شغل لبعض المشاهير بعض الفنانين فيه اتعاملت مع اكتر من فنان قبل كده بس هو الجديد شوية اللي انا بقدمه ان انا بشتغل هند ميد بعد ما شغل يخلص يعني بعد ما بيتطبع وكده ببدأ اشتغل انا بقى كده يعني حاجات الهند ميد الاحجار الكريمة برشها وباديها طبق الدهن وبعد كده بثبتها على البرتري فكل حاجة بلي يمشي معاها بلي يليق معاها طيب يمكن دي اكتر حاجة دلوقتي منتشرة منتشرة ما بين الشباب بالديجيطال ارد حتى في المناسبات العداعية اي حاجة الديجيطال ارد شغال والناس فاكرة ان هو سهل وبسيط ولكن هو على عكس المتوقع صعب هو صعب في ان هو بيمر بكذا مرحلة يعني احنا بعد ما بنخلص الديزاين بعد كده بنمر على مرحلة طباعة مرحلة خشب مرحلة شد على الخشب مرحلة التغليف وبعد كده يوصل العميل فهو بيمر بمراحل كتير قوي مرحلة زيادة انت بيتشغالي هند ميت فوق ال لازم متناسب مع فيعني ده يعتبر حاجة مدرن مش عايزة تدخل كتير ان انا ادخل فيها حاجات ممكن يخرج برا الحاجة اللي انا عايزة مرحلة بس هو على حسب باع وكل حد ويليق ايه يعني مثلا الشغل ده مثلا اه وده ورد متعتق اتعمل ببودرة الخشب ده طبيعي لا مش طبيعي لا مش طبيعي بس هو يبان انه طبيعي لكنه قلت ورد متعتق فانا قلت ده ورد ورد خشب اتصنع ببودرة الخشب وبعد كده بياخد طبق الدهن وبعد كده بيتعتق بقى بالتكنيك بتاعنا احنا يعني انت حط الورد بارز وكمال وابوع الورد بارز ورق الدهب بارز وبعد كده الالوان الاكريلك بقى سواء الريتوتش اللي اتعمل هنا طيب حاجة زي دي تاخد وقت ايه في التصميم في الشغل في التنفيذ وخدت وقت اقديه في التصميم كفكرة لا هو التصميم ما خدش وقت كتير يعني لسبب انه هو جاهز انا فيه ديزاين معين عجبني فهو جاهز فعجبني فعملته لكن اللي بياخد وقت شغلي ايدي بقى هو اللي بياخد شوية وقت كده على حسب بقى كل لوحة وشغلها يعني فيه حاجات كان بتاخد مني وقت طويل جدا قعدت اشتغل فيها اسبوعين وفيه حاجات كان بتاخد مئة اتاة اربعة يام وتخلص بيبقى على حسب شغل كل حاجة يعني دي مثلا خدت مني وقت طويل جدا 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 لسبب لان هي مليانة حاجات تفاصيل اوه والوان كمان اوه مليانة تفاصيل يعني مثلا الديزاين ده هو البرتريت ده كله من ايته زد هو ترسم معده دي مطبوعة اي حد يشوفها يقولي لا دي مش مطبوعة دي مرسومة صحيح لكن دي مطبوعة خلاص هي بعد ما اتفرغت واتقصت بالشكل ده بدأت باع انا اشتغل ده جبسة حوابط بارز يعني بعد ما بحطه وبستخدمه بيتدهن وبيتعتق وبتعمل بالشكل ده ده ورق ذهب دي الوان اكريلك ده سبري دي خشبيات بارزة تعملت في ورشة ليزر مخصوص تعتقت وتثبتت على البرتريت طب انت بدخلي اكتر من حاجة في حاجة يعني انت في نحت انت بدخلها جبس او شوية نحت وفي رسم وحتى كمان الكنترست معك انت حتى الالتباعة ماشية شكرا انت درست ده يعني انت درست ده تعمقت بتاك دراسة ولا دي مجرد هواية اه هي هواية بس انا اخدت كتا شوية كورسات فاوقات الفراغ يعني عشان كنت حاب قوي فن الدوكوباج فقلت لي بقى ما اندخلش فن الدوكوباج الحلوى قوي ده على الحاجات المطبوعة الحلوى قوي دي بس فطلقوا الحاجات الحلوى دي طب يعني ده محتاج ان مثلا الواحد يغامر عشان يطلع حاجة زي دي عشان انا هطلع اه ممكن تطلع بحشة اه ممكن تبوز بالزبط اه ممكن تبوز وتترمي وتعامل غيرها لا بس ده بيحصل يعني انا كمصممين اه طبعا انا ممكن اعمل تصميم وبعد ما يتنفذ لا مش عاجبني اه 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 تصميم على الورق شكل حلو اه 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 لان كل حاجة بتتعامل انا بعملها الاول مرة يعني انا ما جربتهاش قبل كده انا ديزاين كده بينور في دماغي فبشتغل على طول فبيبقى انا محاص دي بقى بس الحمدلله يعني بتثبط معي التنفيذ محتاج قوة معنوية لازم يكون في ساببورت ساببورت بالنسبالي لازم يكون رقم واحد عندي واللي بيدفعني من الارأة الايجابية قبل بقى ما ناخد خطوة التطور ان ده يبقى بزنسوي بشغل بالنسبالي وبدور على السوق وبدرسه وبشوفه وانا عندي مواسم والكلام ده كله في خطوة يعني انا سبتها شوية لان عايزين نشوف احنا عمل ليه الاول وبعد كده نرجع تاني للساببورت المرحلة دي بتبقى مهمة جدا في حياة اي حد ان هو يتحول من فكرة الهواية لفكرة البزنس اونا عندي بزنس بالموضوع ده النقطة دي مين اللي ساعدني عشان اتحول ومين اللي كان بيديني دايما نتقى الايجابية اللي بتخليني احول كل حاجة اللي حاجة مالماسك والدي والدتي طبعا لما كنت بعرض عليهم الحاجات دي اه حلوة تمام اشتغلي بتاع بس بصراحة يعني انا جوزي كان ساببورتف جدا 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 يعني هو استحمل اوي اوي شغل كتير وطعب كتير وصهر كتير وقف جنبي في حاجات كتيرة جدا كان بساعد جدا يعني انا في الاول كنت لسه ايه ده هو بتعمل ازاي ايه ده انا عاوزة كنت بطلخبط كده وبرتبك يعني لا بس هو بصراحة وقف جنبي جدا كان بيصهر على شغلي معي ويصحى تاني يوم يروح شغله عادي جدا فهو بصراحة كان ساببورتف اوي وكفين هو مستحمل اصلا فيه ورشة في البيت يعني دهان بقى وقص ولزق وبوكسات وهدايا وحاجات كتير قوي كده طيب عندنا كمان طاقة ايجابية بدتستحمله والله الحلقة دي كلها يعني افكار ايجابية وكل اصلا بورت ايجاب بالنسبة للجانب الرجالي طيب البوكسات دي انت اشتغلت على اكتر من حاجة ده خشب ده خشب طبيعي معمولة عند النجار ديزاين برضو عجبني رسمته له كده قلت له عاوزة الشكل ده بالضبط الديهان ايه انا برضو بحب قوي في اي حاجة خشب طبيعي ان صمرة الخشب تبين عشان ابين ان الحاجة دي خشب طبيعي الهند ميد في حد ذاته يعني احنا لو عملنا ده كنموذج وعملنا خمس منتجات من نفس الحاجة هتلاقيه مختلفين اه اه طبعا مختلفين وده ما يميز الهند ميد جدا جدا دي مستو طبعا لكن الليزر بقى لا هو بيطلع صنبة واحدة خطة واحدة شكل واحدة لكن دايما الخشبيات اللي معمولة هند ميد بتطلع او مختلفة الفرقات مش كتيرة بس مميزة صحيح يمكن الناس مش واخدى بالها من التفاصيل اللي موجودة في النموذج اللي قدامنا ولكن حتى الخشب فيه شوك تجزيع وحاجات من الجنب كده فارق مع الشكل النهائي واعتقد ان مفيش حد خشب تبه زي التانية بالزبط يعني في نفس الهند اه ده عمر وعوامل تعريحة وعمل حك كديرها بتأثر على شكل الخشب بالحافظ اه وانا كمان بشتغل مع المسؤول عن الدهين قلت له قلت له احنا هندهن بطريقة تباين صمرة الخشب اللي تحتها انا مش عاوزة ضيع جمال الخشب صحيح لان الخشب المصري الزين الطبيعي ده حاجة رائعة فما ينفعش فيه حاجات قابية دارة طبيعي لكن دي زين الكريسمس وكده حبيتها بين الخشب المصري تمام كل حاجات دي ليه علاقة بالكريسمس ولا دي دي حاجات تانية يعني هل الحاجات دي فيه ناس بتجيبها في الكريسمس او في راس السنة اه احنا شغالين دلوقتي عاملين نفس ده بالضبط بس الكبير منه ده اللي هو اللي ان كل النس بتطلبه من على البيتج بتاعاتنا وكده اللي هو البوكس الكبير اللي بيبقى فيه بقى بابا نويل ورسالة كبيرة ومج وبلورة كده اللي هي بتاعة الكريسمس تلجع اوه تمام بس المميز بقى في البوكس لانه معلش مش معيه النهاردة يعني بورتريهات رسم دجتل كل حد بيطلب صورة حبيبته او خطبته او كده بتترسم دجتل في برواس وبتتحط جوه البوكس دي العلامة الفريقة او الحاجة المميزة في البوكس بتاعي يعني كل الناس عملت شغل هداية وعملت بوكسات وقدمت هداية بس دايما كنت ايه حابة ادخل الرسم الدجتل مع الهداية فكل الناس كانت مبهورة بفكرة ان في بورتريهات رسم دجتل برواس جوه البوكس مع كل الهداية التانية دي لا الله انت عاملة ميكسيجي كويس يعني في كل الحاجات اللي احنا شفناها حتى مع الشكل التقليدي اوه ده شكل التقليدي عادي مفوش اي حاجة اوه اوه في ناس بتبقى عاوزة حاجة كده سريعة وبسيطة وسهلة من غير تفاصيل كتير من غير طلبات كتير يعني فانا بقدم لهم ده لكن في ناس تانية بتبقى عاوزة حاجة يعني بتبقى فل دي زعين يعني حاجة مليانة تفاصيل ومليانة هدايا سريده من نوع انا عايز حاجة ديت عملتلي انا عشان اهدمها دي بس طب حتى هم كمان بيختاروا معي نوع التغليف هتغليفي بلون ايه طبقة واحدة ولا طبقتين كل الحاجات دي طيب قوليلي هل عملت حاجة وقررت تحتفظ بها لنفسك لا دي مش هتتباع دي بتاعتي دي حقيقة ما جاتش بيهم النهار ده عشان احنا كمان ما نشوفها ايش يعني اه لأ يعني هي بتسيب ذكرة حلوة كده في البيت يعني انا لما جوزي يشوفها يقولي لأ دي دي حاجة لازم تتساب والارتباط بيها ده بيفية كتير طيب طموحك بقى في المستقبل سريعا كده انت من يتوصل الى ايد حقا ايه اه بصراحة هو انا بفكر دلوقتي او بتمنى يعني ان انا افتح مكان صغير كده يبقى فيه كل المغارضات بتاعتي بحيث كمان ده يسهل على العميل ان هو بدل ما يبقى فيه اونلاين بس لا يبقى فيه كمان مكان او دي 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 انا لسوشيل ميديا يعني خلقة سوق رقمي كبير جدا بالنسبة للشباب حتى يتعلم من الناس بيقدر يسوق منتجاته بدون تكاليف بيدي تكاليف بيدي ناس كتير قالتلي لأ ما تفتحيش مكان الموضوع مش مستيلة احنا لدت اسهل بكتير مانابولي بدون تكاليف اه ده ده برضو عبء على المنتج اللي انا هقادي هه هيبقى تكاليف طبعا كتير دينا بشكرك على وجودك معايا النهاردة كل سنواتيبة نورتينا وتماني طبعا نشوفك واحد من النمزج طبعا الكبير اللي موجودة في المستقبل بشكرا شكرا شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة وبشكر السادة المشاهدين لمتابعتهم لحلقة اليوم من شباب على حلمك وطموحك واشتغل عليها عشان تكون واحد من النقاط المضيئة في المجتمع. دي كانت حلقتنا النهاردة نشوفك بكرة وفريق عمل جديد. تحياتي واتحاد فريق العمل وإلى اللقاء تحياتي